الجيش يحبط محاولة تسلل حوثية في تعز والقوات المشتركة تضبط شحنة أسلحة مهربة في سواحل المحافظة اتهام الحوثيين بنهب مليار دولار من ترخيص الاتصالات وقيادات الحوثية تتقاسم عشرات ملايين الدولارات شهريا من الجبايات وفد عماني يصل صنعاء تلبية لاستجداء الميليشيا بشأن استئناف المفاوضات مع السعودية نشرة التاسعة من يمن شباب أهلا بكم والبداية عسكريا حيث صدت وحدات من الجيش والمقاومة هجوما شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع عسكرية في مديرية مقبنة في الريف الغربي لتعز وقال المركز الإعلامي للمحور العسكري في المحافظة إن المليشيا نفذت محاولة تسلل باتجاه مواقع للجيش في منطقة الميسرة بجبهة الأحطوب قبل أن تتمكن قوات الجيش من إحباطها في ثالث عملية من نوعها هذا الأسبوع وقبل يومين تصدت وحدات من اللواء 22 ميكا لمحاولة تسلل للمليشيا في وادي صالة قبل نشوب اشتباكات بين الجانبين قتل على إثرها عنصران اثنان من المتسللين وجرح أربعة آخرون والأربعاء شدد المبعوث الأممي إلى اليمن هونسي جرونبيرغ على ضرورة فتح الطرق في محافظة تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي منذ أكثر من ثماني سنوات وأكد في إحاطة لمجلس الأمن الحاجة الماسة إلى فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتسهيل حرية حركة التنقل مشيرا إلى الحملة التي أطلقها اليمنيون الشهر الماضي للتذكير بالحصار الذي يفرضه الحوثيون وإغلاقهم للطرق حول المحافظة في الحديدة جددت ميليشيا الحوثي الإرهابية شن هجمات على أعيان مدنية جنوب المحافظة ليومين متتاليين وقالت مصادر عسكرية إن الهجمات الحوثية طالت أيضا تجمعات سكنية غرب تعز وأضافت أن القوات المشتركة في محور الحديدة استهدفت مصادر النيران الحوثية بقصف مماثل دمرت على إثرها مرابض مدفعية للميليشيا وكانت الميليشيا قد استهدفت في وقت سابق قرى منطقة السويهرة التابعة لمديرية مقبن غرب تعز وقرى أخرى جنوب مديريتي الجراحي والتحيطة بمحافظة الحديدة ضمن تصعيدها وانتهاكاتها الممنهجة ضد اليمنيين نبقى في الحديدة حيث أصيب مدنيان أحدهما طفل جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية في ريف مدرية حيس مصدر محلي قال ليمن شباب إن شابا وطفلا كانا يرعيان الأغنام في ضواحي قريتهم المحررة حديثا عندما انفجر بهما لغم مموه وقبل أقل من أسبوع عثر الأهالي في مدرية حيس على ألغام وعبوات ناسفة داخل بئر جافة عند محاولتهم حفرها وتمكن فريق هندسي لاحقا من نزع وتفكيك أكثر من خمسين لغما وعبوة ناسفة تم استخراجها من تلك البئر امتدادا لجرائم الميليشيا بحق المدنيين تمكنت القوات المشتركة من ضبط قارب يحمل أصلحة مهربة في سواحل محافظة تعز كما ألقت القبضة على طاقم القارب تمهيدا لإحالتهم إلى التحقيق وقال مصدر مسؤول في القوات المشتركة أن الدوريات المنتشرة في سواحل تعز والحديدة اشتبهت بالقارب الذي كان المهربون يخفون الأصلحة على متنه وأكد المصدر أن دورية عسكرية ضبطت القارب محملا بالأسلحة وألقت القبضة على طاقمه لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وتحويلهم إلى القضاء تتواصل في مديرية الحدى بذمار حروب وصراعات قبلية أشعلتها ميليشيا الحوث الأرهابية منذ أيام ضمن أساليبها لإنهاك القبائل بعد فشلها في حجرهم للقتال دفاعا عن الأفكار الإيرانية الدخيلة على المجتمع اليمني وقالت مصادر محلية إن عدد القتل والجرح جراء الحروب والصراعات القبلية تجاوز أكثر من ستة عشر قتيلا بينهم طفلان منذ مطلع أغسطس الجاري فيما بلغ عدد المصابين ثمانية وعشرين شخصا بينهم طفلان آخران وأوضحت المصادر أن الميليشيا أشعلت حروبا قبلية في مديرية الحدى حيث تشهد قرى عزلة النصر صراعا محتدما تدخلت فيه الميليشيا وحروبا أخرى في قرى بني ضبيان كما أشعلت صراعا بين أهالي قريتي كومان سلامة وبني بخيت وحربا بين قبيلتي بني محمد علي وجرشب إضافة إلى حرب أخرى بين قبيلتي نشال والزور وأشارت المصادر إلى أن القيادية الحوثي محمد البخيتي المعين من قبل الميليشيا الإرهابية محافظا لذمار يقف وراء إشعال تلك الحروب والصراعات حيث وجه قياديا آخر من أقاربه يدعى نصر البخيتي وينتحل صفة مديري مديرية الحدى والقيادي أحمد الضور بتأجيج الفتنة بين القبائل وإشعال الحروب اعتدى قيادي بميليشيا الحوثي الإرهابية على موظفي مؤسسة الكهرباء في مديرية حزم العدين بمحافظة إب وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي زكريا المساوى منتحل منصب مديرية حزم العدين اختحم برفقة عناصر مسلحة مكتب المؤسسة واعتدوا على الموظفين وأهانوهم وأشارت المصادر إلى أن المساوى أجبر الموظفين على توقيع تعهد بعدم ممارسة المهام الموكلة إليهم وتوعد بنهب ومصادرة الإرادات كما اختطف بعض موظفي الكهرباء بينهم نائب مديري فرعي المؤسسة بعد الاعتداء عليهم وكانت الميليشيا قد ألزمت المواطنين بدفع مبالغ مالية كبيرة بذريعة سداد مديونية سابقة على مؤسسة الكهرباء لا علاقة لها للمستهلكين قتلت طفلة رميا بالرصاص في ظروف غامضة بمديرية حزم العدين في محافظة إب وبحسب رواية تداولها أهالي المنطقة فإن الطفلة أقدمت على قتل نفسها جوار منزل أسرتها بعد أخذها السلاحة بدون علم أقاربها وفي الوقت الذي لم يتسنى التأكد من تداعيات مقتلها شكك مراقبون بصحة الرواية المتداولة وسطا مطالبات بكشف تداعيات الجريمة وتأتي هذه الجريمة امتدادا لسلسلة جرائم تفشت بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تنوعت بين قتل عناصر الميليشيا لأقاربهم وجرائم الانتحار بسبب الأوضاع المعيشية المتداورة جراء استمرار نهب الميليشيا للرواتب اتهم قيادي حزبي وعضو بالبرلمان الخاضع لميليشيا الحوثي اتهم قيادات الميليشيا بنهب مليار ومئتي مليون دولار من رسوم التراخيص الحكومية في غضون أشهر وتساءل القيادي بحزب المؤتمر الشيخ عزام صلاح عن مصير المبالغ المالية التي تجنيها الميليشيا مقابل تراخيص الجيل الرابع من الانترنت وقال صلاح خلال جلسة لبرلمان الميليشيا ان تراخيص قيمة تشغيل الجيل الرابع لشركة يو وشركة سبأ فون ويمن موبايل وواي بلغت تراخيصها مليار ومئتي مليون دولار وتوازي المبالغ التي حصلت عليها ميليشيا الحوثي من تراخيص شركات الاتصالات الدعم الذي قدمته الصعودية مؤخرا للبنك المركزي في عدن والذي تعتمد عليه الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرار الرواتب في الوقت الذي لم تلتزم ميليشيا الحوثي بدفع رواتب الموظفين أو تقديم أي خدمات رغم الجبايات التعصفية والإرادات المهولة التي تتحصل عليها من مختلف القطاعات الإرادية وجاءت تساؤلات القيادي المؤتمري عن مصير المليار ومئتي مليون دولار بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية والإضرابات التي يقودها المعلمون للمطالبة بتسليم رواتبهم أو بتسليم رواتبهم التي تواصل الميليشيا نهبها للعام الثامن في ذات السياق قشفت مصادر مطالعة عن قيام الميليشيا بتوزيع أموال تقدر بخمسة وعشرين مليون دولار شهريا على قياداتها في صنعاء على رأسهم المدعوم مهدي المشات وقالت المصادر إن المشات يحصل على ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار شهريا من فوارق أسعار المشتقات النفطية وعائدات الاتصالات إضافة إلى موازنة أخرى مخصصة لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي يتصرف المشات بجزء منه فيما يتكفل القيادي الحوثي المدعو أحمد حامد بالجزء الآخر وأضاف أن ما يحصل عليه المشات هي حصة خاصة به تصل إليه شخصيا وتورد إلى حساباته خاصة بعيدا عن موازنة ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى ووفق المصادر فإن المدعوم محمد علي الحوثي هو الآخر يحصل على ثلاثة ملايين دولار شهريا تعادل نحو ملياري ريال يمني في وقت يحصل فيه عبد الكريم الحوثي على ثلاثة ملايين دولار شهريا إلى جانب تصرفه بموازنة وزارة الداخلية الخاضعة للميليشيا والتي تقع تحت إمرته تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية عملية تجريف مكثفة للتعليم في مناطق سيطرتها حيث انتقلت من تحريف المناهج إلى عسكرة المدارس ونشر الأفكار الشعية الإيرانية ضمن مخططها لإجبار الأجيال الجديدة على تقبل العبودية وتقديس سلالة الميليشيا العنصرية استهداف حوثي متسارع للتعليم بهدف تحويل الأجيال الجديدة إلى عبيد للحوثي وأسرته الإجرامية وعسكرة المدارس والقطاع التعليمي بأكمله خطوة تلو أخرى ضمن مخطط للميليشيا أحدث حلقاته توجيهاتها وتعميماتها إلى المدارس بشأن الجانب الثقافي ووفق وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حولت الميليشيا الحوثية معظم أولويات ومهام المدارس إلى عملية تقديس وتعظيم للعنصرية والسلالية وتكريس للصرخة الخمينية وإرغام طلاب المدارس على اعتناق الأفكار الشيعية وتقبل العبودية ويسود استياء واسع في أوساط التربويين والشارع العام جراء مخطط التحريف الحوثي للتعليم والمناهج وحرف مهمة المدرسة نحو تمجيد الحوثية وتمجيده وأسرته واستعداء الجمهورية والنظام الجمهوري ووفق الوثيقة المتداولة عينت الميليشيا مندوبا ثقافيا مقيما في كل مدرسة أشبه بمخبر مجند لفرض مخطط الميليشيا وفرضت تفعيل ما سمته يوما ثقافيا كل أسبوع وهو يوم تجري فيه أنشطة تعبئة ممنهجة وألزمت كل مدرسة بتفعيل المناسبات الطائفية السلالية وما تسميه الهوية الإيمانية والتي تعني غرس العبودية في نفوس الطلبة والأخطر من ذلك حولت الميليشيا المدارسة إلى ثقنات وحددت بالنص دور كل مدرسة في دعم القوافل الغذائية لمقاتل الميليشيا في الجبهات الذين تخوض بهم حروبها التدميرية لليمن في سبيل بسط نفوذ إيران وتوطيد حكم الحوثي وأسرته ذراع الاحتلال الإيراني الشيعي بالإضافة إلى إلزام كل مدرسة بتوجيه طلابها في زيارات للمقابر لهدف واضح وهو تجنيد الطلاب في صفوف الميليشيا والتحشيد للمراكز الصيفية الحوثية وصل وفد من سلطنة عمان اليوم إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي للقاء قيادات في الجماعة بعد تعثر المفاوضات بين الميليشيا والسعودية واستجداء الميليشيا مسقط من أجل استئناف وساطتها لدى الرياض وفق مصادر سياسية وبحسب وسائل إعلام عربية فقد وصل الوفد العماني إلى صنعاء وذلك للتشاور مع قيادات ميليشيا الحوثي وتقييم المرحلة واستئناف العملية التفاوضية وكانت المفاوضات السابقة قد تعثرت بسبب تعنت ميليشيا الحوثي ووضعها شروطا غير منطقية لم تلقى أي موافقة من الحكومة أو السعودية بسبب تجاهلها بشكل كامل مصالح المواطنين خصوصا الموظفين المدنيين وتركيزها على إثراء خزينتها الخاصة مع استمرار رفضها تقديم الخدمات وتسليم الرواتب ناقش رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي اليوم الخميس مع سلطات محافظة المهرة ناقش الأوضاع التنموية والخدمية في المحافظة ومستوى تنفيذ الخطط الحكومية والمحلية المعتمدة في مختلف المجالات وشدد العليمي خلال اجتماعه بمحافظة المهرة محمد علي ياسر وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة شدد على المسئوليات المشتركة لأجهزة الدولة والسلطات المحلية في ضوء الظروف الاستثنائية التي فرضتها اعتداءات ميليشيا الحوث الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية وأكد حرص المجلس الرئاسي والحكومة على دعم جهود السلطة المحلية وتسهيل كافة التدخلات في المجالات الخدمية والإنمائية خصوصا قطاع الكهرباء والطاقة كما أشاد بجهود قيادة المحافظة ومختلف الأجهزة التنفيذية لتحسين الخدمات وتخفيف وطأة الحرب الحوثية في تعز نظمت نقابة المعلمين وقفة احتجاجية أمام المقر المؤقت للسلطات لمطالبة الحكومة بتنفيذ قائمة مطالب في مقدمتها زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب والحالة المعيشية للمعلمين والموظفين وإعادة النظر في سلم الأجور والمرتبات المحتجون رددوا شعارات تطالب رئيس الحكومة معين عبد الملك بتطبيق قانون الأجور والمرتبات والذي ينص على زيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم وشملت المطالب التي تضمنها بيان الوقفة تنفيذ التسويات الوظيفية المتوقفة منذ العام 2012 ومثلها التسويات بمؤهلات جديدة إضافة إلى صرف الرواتب المتأخرة لثمانية أشهر ونصف بين العامين 2016 و2017 كما طالب المعلمون المحتجون بمعالجة أوضاع معلمي 2011 بصرف مستحقاتهم في بدل طبيعة العمل والعلوات السنوية والترقية والترفيع وتوعدت النقابة باللجوء إلى القضاء مشيرة إلى انتهائها من إعداد دعوة ضد الحكومة بما يخص المرتبات المتأخرة لمعلمي المحافظة وأخرى ضد البنك المركزي اليمني لعدم تنفيذ التعزيز المالي الصادري من وزارة المالية أهمية هذه الوقفة المطالبة بالعلاوات السنوية وزيادة الأجور والمرتبات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وانخفاض العملة الوطنية مطالب الدكتور رشاد العليمي والدكتور معين عبد الملك والسلطة المحلية بممثلة بمحافظ ضبيل شمسان برفع الأجور وزيادة الراتب والنظر إلى حال المعلم حيث أصبح المعلم لا يستطيع أن يوفر له دفاتر أولاده في المدنسة هذا واعتبر المعلمون أن استمرار عدم رفع رواتبهم فاقم من وضعهم المعيشي وزاد من معاناتهم مشيرين إلى أن راتب الشهر الواحد لا يكفي لنصف إيجار منازلهم في ظل الارتفاع الكبير لإيجارات العقارات الأوطان لا تبنى على أساس معرفي في المقام الأول إهدار قيمة المعلم معناته إهدار الحاضر والمستقبل تدمير كل قيمة الإنسان ماذا أنا أطلب من مدرس مسحوق كرامته في أقل الاحتياجات لديه في أن يوفر له سكن يليق به كإنسان في أن يوفر له قداء أنا أستقرب يوم أن يكون مع هذا المعلم الذي قضى ثلاثين سنة وخمسة وعشرين سنة وأكثر من ذلك وأقل في الحقل التعليمي ثم في النهاية يخرج ليطالب بأساسيات الحياة معي بهذا الوضع الذي نعيشه أنا أستقرب يوم أن نطالب اليوم بقانون الأقور قانون الأقور صدر في 2005 نحن اليوم في 2023 معناته 18 سنة بيننا وبين هذا القانون حتى لو نفذ هذا القانون لا يمكن أن يغطي احتياجات المعلم اليوم الأمر الآخر أنا أتمنى أن تتحول الكينات النقابية إلى كينات تمثل جميع شرائح النقابة لديها وأن لا تخضع لتوجهات سياسية معينة بمعنى أنه ينبغي لنقابة المعلمين أن لا تتحرك اليوم معاناتنا ليست معاناة اليوم معانات من خمس سنوات أو ست سنوات استيقظت النقابة فجأة أنا أتساءل ماذا بعد انظروا إلى راتب المعلم الذي لا يكفي حتى إيقار البيت إيقار البيوت داخل تعز وصل إلى 150 ألف راتب الموظف أكبر موظف يعني راتبه يتقاوز 70 ألف و80 ألف وهذا 70 ألف أو 80 ألف لا تكفي أن يدفع المعلم لإيقار البيت إيقار البيت داخل مدينة تعز فلذا نحن محاصرون من قبل الحكومة بتقليل الراتب ومحاصرون من قبل الحوثيين داخل المحافظة اليوم هذه الوقفة الاحتياجية وستم هذه الوقفة الاحتياجية بالتصعيد حتى يتم تزيادة الراتب منذ ست سنوات والمعلمون في تعز يعانون من ويلات الأوضاع المعيشية نتيجة الأزمات الاقتصادية المتواصلة والتي تعصف بمرتباتهم الضائلة المزيد في التقرير التالي عاد المعلمون من جديد للشارع لرفع ذات الشعارات والمطالب التي رفعوها في العام الماضي ذلك أن وزارة المالية اعتمدت الزيادة أو العلاوة التي طالبوا بها لكن البنك المركزي أوقفها حد قولهم معنا السادة عبد العزيز سلطان رئيس النقابة ما هي مطالبكم في هذه الوقت؟ أولا نحن قز من هذا المجتمع الذي يعيش ظروف اقتصادية صعبة مرتبات المعلمين لا تفي قيمة كيسحب وقلن زيت الراتب فما بالك باحتياجات ومليومية والشهرية ما بالك بأطفالهم إذا مرضوا أو هكذا فلذلك مطالبنا الرئيسية أولا تحسين وضع الراتب بحيث أنه يتمي عدد النظر في المرتبات حتى تكون مرتبة على الأقل تمثل الحد الأدنى لمطلبات الحياة اليومية ثم أننا أيضا نطالب بحقوق قانونية فيها إقراءات إدارية وصدر تعزيز العام الماضي بالعلاوات السنوية لسنوات مضت ولا يزال التعزيز حتى الآن بالبنك المركزي لم يصرف نهايا بينما البنك المركزي المفروض أي قرار أو تعزيز من المالية يصرفه طواله ولكنه أكثر من سنوه هناك أيضا لنا أكثر من ثمانية أشهر هذه المرتبات لم تصرف لنا صرفت لبقية المحافظات تحت إدارة الشرعية ولكنها لم تصرف لموظفي تعز ثمانية أشهر سابقة لم تصرف مرتباتنا كذلك أيضا غلاء المعيشة هناك كثير من المطالب التي نحن رفعناها في بيان اليوم سنتلوه إن شاء الله هذا البيان يحدد فيه المطالب زيادة الحد الأدنى للأقور التسويات والعلاوات مرتبي أيوة 2011 موظفي 2011 هذو اللي يستلمون من 40 ألف ريال وعددهم كثير عندنا ماذا تعمل لل40 ألف ريال التي يستلمها فنحن من خلالكم نرفع أصواتنا إلى الحكومة وإلى الأخ الرئيس الذي هو يعرف معاناة تعز فلذلك هذه المطالب نضعها أمامهم لكي فعلا يعملوا على تلبيتها إذن بالتأكيد فإن الوضع المعيشي للمعلم ينعكس على العملية التعليمية التي تعيش وضعا استثنائيا بسبب حرب ميليشيا الحوثية على البلاد ولذا وجب على الجهات المعنية معالجة الحياة المعيشية والوضع المعيشي للمعلم بشكل كلي عبد العزيزة المحليمن شباب تعز أفادت مصادر إعلامية أن الإمارات عرقلت جهودا سعودية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإدانة اقتحام قوات موالية لأبوظبي القصر الرئاسي في عدن ونقلت مصادر إعلامية عن دبلوماسي خليجي القول إن المملكة صدمت بالعرقلة الإماراتية ما جعلها تعتبر الاقتحام تم بطلب من أبوظبي ووفق المصدر فإن الرياض طلبت بيان إدانة لاستهداف الحكومة اليمنية والتقليل من شرعيتها مشيرا إلى أن تلك العرقلة دفعت الخارجية الصعودية إلى طلب إدانة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والذي أخرج البيانة المنشورة يوم الثلاثاء الماضي وأشار الدبلوماسي الخليجي إلى أن الرياض لا تستطيع إصدار بيان من مجلس التعاون الخليجي دون موافقة الممثلين الرئيسيين ومن الصعب إصدار موقف للدول الخمس دون الإمارات لأن ذلك يبعث برسالة سيئة حول وحدة الاتحاد الخليجي وكانت مجميع مسلحة تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرع المحرمي قد اقتحمت مساء الأحد القصر الرئاسي وأعقبه توجيه لرئيس المجلس رشاد العليم إلى وزير الدفاع بالتحقيق في تلك الحادثة إلى شبوى حيث حددت محكمة وعتق جلسة رابعة يوم الأربعاء المقبل لمحاكمة المتهمين في جريمة تصفية عبدالله الباني مدير مكتب الصحة في مدرية بيحان بمحافظة شبوى وأمس الأربعاء عقد الذات المحكمة جلستها الثالثة وتم خلالها الاستماع إلى عدد من شهود أولياء الدم واستعراض تسجيلات وصور لوقائع الجريمة المشهودة التي نفذتها صبيحة عيد الفطر الماضي عناصر من تشكيل ما يعرف بدفاع شبوى التابعة للانتقالي المدعوم من الإمارات ووفق المصادر فإن الصور التي تم عرضها في جلسة أمس الأربعاء ظهر فيها أحد الجناء وهو مقرب من مدير مكتب الأوقاف في بيحان ورفض قاضي المحكمة بلاغا تقدم به محام المتهمين صلاح الدياني علي علي صالح الكليبي قائد ما يسمى بقوات دفاع شبوى يطلب فيه إدراج ثمانية عشر من الأهالي في قرار الاتهام وقالت المصادر إن القاضي اعتبر هذا البلاغ ملفقا شكلا ومضمونة بين وقت وآخر تندلع حرائق في مخيمات النازحين بمحافظة مأرب لسيما في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة حيث راح ضحيتها العشرات بعد أن التهمت النيران مأوى الأسر المتضررة وباتت تسكن في العراء الحرائق في مخيمات النازحين في مأرب لا تتوقف إذ نشب حريق هائل في مأوى أسرة نازحة في مخيم السويداء غربي المدينة الحريق دلع نتيجة احتكاك كهربائي بحسب الأهالي راح ضحيته طفل عمره أحد عشر شهرا كان الطفل هنا قبل أن يلتهمه الحريق أثناء ما كانت والدته تعمل مدرسة متطوعة في إحدى مدارس المخيم هذا ما تبقى من أدوات الطفل الرضيع خسرت الأسرة جميع أثاث منزلها المكون من شبكة حديدية وخيام بالإضافة إلى المواد الغذائية حصل الساعة الرابعة ونصف الساعة عاشرة ونصف صباحا حريق في مخيم السويداء مربع أربعة عشر حصل كنا جالسين فرأينا الدخانة تصاعد إلى السماء فسرناه أنه حريق حريق بيته وحريق ما يخسر ندري حريق كل ما يملك فيه وحريق طفله فيه حريق آخر في ذات اليوم شب في مخيم كنب روضان شرقي مأرب التهم مأوى ثلاث أسر دون وقوع ضحايا بشرية وباتت الأسر في العراء بحسب بيار الوحدة التنفيذية للنازحين التهمت الحرائق المتكررة مأوى 146 أسرة نازحة في مختلف مخيمات النزوح منذ بداية العام الحالي فقط راح ضحيتها سبعة أشخاص وأصيب عشرون آخرون وهذا كله بسبب تردي المأوى الغير ملاء في محاوظ المارب والشبكة العشوائية في الكرهبة تتكرر حوادث الحرائق في مخيمات النزوح في ظل غياب أدوات السلامة والإطفاء في حين لم يتمكن الأهالي بأدواتهم البدائية من الحد من انتشار الحرائق والسيطرة عليها قبل التهام كل شيء وسط شكاوى من غياب الدفاع المدني أو عربات الإطفاء كل يوم نحن 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 بيوت يحرقين ما نسرح حتى نطفين بعض أحرين يجي وايت هنا بعض أحرين الناس يحرقوا داخلهم كذا نحن نجح نجح دنا وبنطفي بقى الحاصلات معنا دبات من هؤلاء اليوم طفينا بست حبات ولا نفع جحيم حقيقي يلاحق النازحين في مخيمات النزوح الفارين من نار حرب ميليشيا الحوثي الإيرانية ولا بوادر أمل لانتهاء معاناتهم ومآسيهم سعد القاعدي يمن شباب مأرب نهاية نشرة التاسعة نذكركم بأبرز ما جاء فيها الجيش يحبط محاولة تسلل حوثية في تعز والقوات المشتركة تضبط شحنة أسلحة مهربة في سواحل المحافظة اتهام الحوثيين بنهب مليار دولار من ترخيص الاتصالات وقيادات حوثية تتقاسم عشرات ملايين الدولارات شهريا من الجبايات وفد عماني يصل صنعاء تلبية لاستجداء الميليشيا بشأن استئناف المفاوضات مع السعودية دمتم وآدام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة